قذيفة تبعتها قذائف أخرى حولت مدينة حمد السكانية دمارا وخرابا تقع المدينة في خان يونس جنوبية قطاع غزة بمساحة أربعمائة ألف متر مربع أظهرت صور الأقمار الصناعية حجم الدمار الهائل الذي لحق بالمنطقة بداية الشهر الحالي حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدينة التي تبرعت بها دولة قطر عام 2012 لتتحول الأبراج المئة فيها ركاما والذكريات إلى ماض لا ينسى أكثر من ألفي وحدة سكانية دمرت كليا أو جزئيا منازل أخرى أحرقت عمدا أو باتت آيلة للسقوط ليخسر بذلك الغزيون ممتلكاتهم وأرزاقهم ومع إعلان الاحتلال انتحاب جيشه من مدينة حمد سارع أبناؤها إلى انتشال جثث ذويهم من تحت الركام مئات من الشهداء والجرحى بينما سجل أكثر من ثلاثمائة حالة اعتقال لسكان المدينة ووسط هذا تبقى المنطقة خطرة تحليق مكثف للطائرات والمسيرات وسماع أصوات إطلاق الرصاص بين الفينة والأخرى إلى جانب ما تنشره المقاومة عن استهدافها لقوات الاحتلال المتباخلة